نصر العرب و لما دخلت السياسة مع السياح مع السلاح و لما تدخلت السياسة في السلاح خذلت السياسة السلاح هذك عليش وقت الجيل هذك سماه وقت هيكل جيل السبعينيات جيل الانتصار العسكري والهزيمة السياسية الهزيمة السياسية نقعد في الانتصار عتحنا العسكري نقعد في السلاح اللي يكون هو عنوان النصر مش عنوان الهزيمة وكتائب عز دينالا قسام تظهر صور لاستهداف قوة للعدو في مستوطنة حوليت بطائرة انتحارية مسيرة من طراز الزواري الصور وروا تحليق المسيرة باتجاه مقالة القسام أنه تجمع القوات العدو قبل أن يقع تفجير بالمنطقة وحتى المحلين وتحية للسيد العميدة توفيق ديدي المحلين العسكرين يقول لك رهوا اليوم المسيرات هذه الصغيرة اللي كانت في الأصل تحلق وليترصد المكان اليوم مع المقاومة الباسلة أصبحت مسيرات تضرب ومسيرات الزواري اليوم تضرب في قلب الكيان تضرب في قلب الكيان الصيوني والطبع هنا فهم مسيرات المسيرات فهم مسيرات الاستطلاع كما شفنا مسيرات الهودود أذيك واحد واثنين وثلاثة وفهم مسيرات هجومية كما فهم مسيرات انقضاضية اللي يستعمل فيها حزب الله هو انتحارية هو ما يسميها الآن المقاومة الإسلامية في فلسطين نفس الشيء تستخدم في مسيرات الزواري واللي هي مسيرات فيها الاستطلاعي وفيها كذلك الانتحاري واللي تستهدف بها طبعا مواقع العدو الصهيوني الصهاينة يعني وهذا كشفوا حتى يعني كبار قادتهم العسكريين أن منطقة رفحة التي اعتقدوا أنها ستكون نزهة صارت حق الألغام وصارت وكل منطقة يتوغل فيها يتم تفخيخها هنا وصارت الفخاخ في كل مكان وكل يوم سننا نتحدث على حدث صعب يعيش الجيش الصهيوني هذه هي حرب العصابات وهذه هي التنويع في العمليات المقاومة في فلسطين غيرت تكتيكاتها العسكرية ونوعتها وفعلا هي المقاومة الفلسطينية الآن دوخت الكيان الصهيوني يعني راهوا شوف الكيان الصهيوني يا سماح لم يتعود بالحروب الطويلة الكيان الصهيوني لا يتعود بها عمره ما عاش حرب تسعة أشهر تعرف عليش عمره ما عاش عليش المرة هذه عاش حرب طويلة الكيان الصهيوني لأن الحروب السابقة خذها الكل كانت حروب خارجية خارج فلسطين المحتلة خارج ما يسمى بإسرائيل كانت حروب يعني خارجية في لبنان مع مصر مع سوريا مع الأردن مع معركة الكرامة وما شبه ذلك لأول مرة يخوذ حرب داخل فلسطين المحتلة ولذلك هو الآن يخوذ حرب وجودية لأن المعركة الآن هي في داخل فلسطين المحتلة ولذلك إطالة المعركة سيزيد في إنهاك العدو ورغم فمي الجيش خاصة هذا الجيش هي حرب استنزاف حرب استنزاف طويلة ورهيبة واستنزاف هذه قاعد يستنزف في الكيان والاستنزاف هذه من يخوذ حرب استنزاف هي حرب عصابات ليس حرب نظامية نجمش جيش النظامي يخوذ حرب عصابات هذه حروب يعني حروب العصابات حرب الشوارع حرب يعني التفجيرات عن بعض حرب كما شوفوا الفلسطينيين طبعا هم مدربون جيدا عن مثل هذه النوع من المعارك الإسرائيلي لا يتحمل ذلك الإسرائيلي لا يتحمل وبالنسبة له يعني جرب كل شيء وكل الألوية أنت تتصور أنت لما الجيش الصهيوني الآن يفشل حتى في تجنيد مزيد من الجنود يعني الشباب الإسرائيلي ما عادش أنت يشوف قارن جيدا يعني الجيش الصهيوني يبحث عن مجندين جدد والشباب الإسرائيلي يعني أصبح هاربا عزوف تام وهرب من المواجهة في الوقت اللي حسن نصر الله يتحدث أمس عن مطالب بالآلاف للانضمام إلى المقاومة في لبنان شوف الفرق بين إرادة القتال والعقيدة الإيمانية القتالية الجهادية يعني هذا الفرق بين جيش الكيان وبين جيش حزبال الفرق بين جيش مرتزقة وعصابات مرتزقة وفرق بين جيش يدفع على قضية هذا هو الفرق بين جيش مرتزق يقيما هم الجيش الصهيوني هم ما مرتزقة جاءوا من أماكن عديدة هنا جاءوا بحثا عن المال وعن الأمان هم ما جاءوا مش مش يحاربوهم غادي يعني بالنسبة لهم يعني فلسطين هي أرض المعاد وأتوها هناك لغانم شخصية لأكثر ولا أقل لم يأتي هنا ليموت ليموت من أجل ماذا هنا يعرف جيدا تلك ليست أرضه ولا علاقة له بها والفلسطيني الذي يتمترس هناك وهذا كلمة قال لا حتى النطق بسبب جيش الصهيوني يوم أمس يعني لماذا؟ الفلسطيني يدافع على أرضه هو يعرف أنها تلك أرضه وأرضه جداده يعني ليس له مكان آخر بالنسبة للإسرائيلي لا تفكير آخر مختلف تماما الإسرائيلي مرتزق يخوذ حرب إلا من وراء يعني أسترة من الدبابات أو من وراء من الطائرات البعيدة أما بشيخوذ الحروب من المسافة صفر تحت المسافة صفر الآن اكتشف راها مع المقاومة الفلسطينية يعني لاحظة ليدة تحركات الجنود الصهيوني تكون دايما براءة تمترسات كبيرة أما من الدبابات أو المزنجرات أو القصف الجوي البعيد أما الاشتباكات المباشرة فهم يفرون منها ويتجنبوها تماما لأنهم يعرفون أنهم سيخسرون هذه المعركة الآن الصهيوني في وضع لم يشهدوه منذ تأسيس هذا الكيان الإجرامي مجرم الحرب نتنياهو الآن في وضعية بائسة جدا بائسة جدا والصهيوني الآن تقريبا محشرون في الزاوية لم تعيش الصهيوني الآن يعيشون حرب وجود حقيقية يعني لم يعيشوها مطلقا لم يعيشوها رغم تدفق السلاح رغم يعني السلاح يتدفق بطريقة رهيبة لكن هذا السلاح يحتاج إلى رجال والرجال غير موجودون هناك واضح وحنا نحكي وعلى الرجال اللي غير موجودون هذا الشيء اللي خلى اليوم حسب هيئة البثة الإسرائيلية تقول أنا وزير الدفاع يواف جالانت يدعو نتنياهو في رسالة رسمية لبحث تمديد الخدمة النظامية للجيش إلى ثلاث سنوات بشكل عاجل ومثلا القناة 12 العبرية تقول وأنه بعد أكثر من أربعة أشهر من التأخير طالب جالانت نتنياهو بالتعجيل الفوري بقانون تمديد الخدمة حيث أن الواقع الأمني الجديد يتطلب استجابة عملياتية كبيرة من أجل استمرار المجهود الحربي هذا تعزيز اللي كنت تقول فيه شوف هذا ما وصل إليه الصهيلة تمديد الخدمة العسكرية تمديد الخدمة العسكرية رغم أنه يأخذ بشي ظلم الموجودين على الأقل يزيدوا يقدم بالطبع هنا والطبع على الأقل لزمان الموجودين خاصة بعد إقصام ما يسمى أو بعد عدم تصويت ما يسمى بالحريدين هناك من الانضمام إلى الجيش واللي رأوا فيها نوع من التمييز يعني الإسرائيليون وجنرال الإسرائيل رأوا فيها نوع من التمييز شوف معناها الآن الصهاينا هم في وضع لم يعيشوه سابقا لم يعيشوه يعني حقيقة هذه الحروب الطويلة رأيها تتطلب نفس طويل وتتطلب إرادة وعزيمة صلبة وتتطلب كذلك تخطيط كبير يعني الصهاينا الآن هم فوجئوا بهذه الحرب أول شيء يعني والحرب هي تقوم على الخدعة والمفاجأة يعني يوم 7 أكتوبر ما حصل كانت بطريقة مخادعة ومفاجئة الجيش الصهيوني تلقى ضربة قاسمة يعني استخباراتيا وعسكريا وكل مشاهد بتاع إذلال الجنود الصهاينا هناك والقبض عليهم واعتقالهم لن تمحى من الذاكرة الصهيونية مطلقا بالإضافة إلى الهزيمة الاستخباراتية أنت لما تشوف استقالات استقالات غانتس مثلا وأزين كوت استقالات هؤلاء من هم يعني احنا تحدثت عليهم سابقا وهم ولماذا حل مجلس الحرب هنا تانياهو مش حل مجلس الحرب لأن استقالات لأن غانتس وأزين كوت هم ينتمون لنفس الحزب اللي هو حزب معسكر الدولة الإسرائيلية بالتالي لما خرج معسكر الدولة من ائتلاف الحكومي الإسرائيلي اللي لضم ستة أحزاب بالتالي الزوز أعضالي فيه لم يعد منها مبرر لوجود مثل هذا المجلس بأن هؤلاء كانوا جنرالات قدامة وهؤلاء طبعا كان نقول جنرال عسكري العسكري يعرف جيدا أن الحرب لها هدف محدد لابد من الوصول إليه ثم يأتي بعد ذلك الحل السياسي الحرب باعتبارها وصيلة تفاوض عنيفة يعني التحسيش والتفاوض بالنسبة لهم استنفدوهاهم ويعترفون بأن الجيش يتلقى مزيد من الخسائر والضربات الموجعة يعني القضاء بسألت هذه القضاء على حماس الآن صارت من الماضي ترجمة نانسي قنقر